بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على الأشرف المرسلين وآل بيته والصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية لهذا العام 23-24 أهلا بكم على مائدة أخبار اليوم الجريدة العظيمة التي طلبت مني أن أكون معكم إن شاء الله في ليلة الامتحان وهذا شرف كبير قبل كل شيء لازم نطمن نفسنا ونعرف إن مجهود طول السنة لابد أن يكلل بالنجاح الفرق ما بين طالب بيحقق درجة وطالب لا يحقق درجة هو السبات هو التركيز هو الفهم الضقيق لما يتعامل معه في الامتحان أنا فضلت إن أبدأ معكم الأول أعرفك الامتحان درجاته بتيجي إزاي وكيفية التعامل معه وقبل كل شيء مفيش حاجة اسمها في السنوات العامة توقعات النظام الجديد اللي بدأ سنة 21 ضد تماما ما يسمى بالتوقعات كل اللي إحنا بنعمله أنا وزملائي إن إحنا بنعرفكم الطريقة إزاي وكيفية التعامل إزاي مع كل فرع من فروع اللغة العربية تعال كده نشوف درجات اللغة العربية عندنا عبارة عن إيه إحنا عندنا الامتحان مدته 3 ساعات عدد الأسئلة 55 سؤال زي ما أنتوا شايفين الأسئلة المقالية أربعة أسئلة بعشر درجات سؤال الكراءة بدرجتين ده مقالي سؤال القصة بدرجتين ده مقالي سؤال النحو بدرجتين ده مقالي سؤال التعبير بأربع درجات وكل ده إن شاء الله حنتعامل معاه وحنفهم نعمله إزاي ده عشر درجات السبعين درجات تانيين مقسمين على 51 سؤال اختيارات من متعدد أول حاجة عندنا أسئلة كراءة علمية هي عبارة عن قطعة من القراءات العلمية بيبقى فيها أرقام وإحصائيات ست أسئلة بتسع درجات نفهم من كده إيه؟ إن أنا عندي كده تلت أسئلة كل سؤال بدرجتين بعد كده عندي قطعة قراءة أدبية ست أسئلة بتامن درجات معنى كده إيه؟ إن أنا عندي سؤالين كل سؤال بدرجتين بعد كده عندي سؤال في النصوص إتناشر سؤال ده نص شعري بيجتمل على أسئلة في النص أسئلة في الأدب أسئلة في البلاغ من سنة 21 في المنظومة الجديدة لم يعد هناك سؤال للبلاغة وحدها وإنما سؤال الأدب وسؤال البلاغة يجتمل عليه سؤال النص الشعري عبارة عن إيه؟ سبع أسئلة على النص وخمس أسئلة على الأدب سؤال على النص نفسه من مدرسة الدوان أو الإحياء أو إلى آخره وبيجيب سؤال عليه وأربعة أسئلة متفرقة في الأدب على المدارس الأدبية المختلفة وحنتضرب دلوقتي حالا على كيفية التعامل مع أسئلة الأدب إزاي أجاوب عليها إيجابة سليمة وصحيحة إن شاء الله اللي تنشر السؤال دول ب17 درجة عندنا يعني فيهم على الأقل خمسة أسئلة كل سؤال بدرجتين بعد كده عندي سؤال النص النثري عبارة عن تسعة أسئلة آخر سؤالين فيهم سؤالين في الأدب النثري على المقال والقصة القصيرة والرواية والمسرحية بكم درجة؟ ب12 درجة يعني فيه 3 أسئلة على الأقل بدرجتين بعد كده عندي النحو النحو ده وده أكيد يعني عامل مشكلة كبيرة جدا عندكم لكن إن شاء الله إن شاء الله النهاردة حنزال للعقابات دي وإن شاء الله تعرفوا الجاوب وأسئلة النحو بطريقة طيبة وترضيكم إن شاء الله عندنا 16 سؤال ب20 درجة يعني معنا كده أني في عندي أربع أسئلة كل سؤال بدرجتين يتبقى عندي سؤالين في الأدب اختيار من متعدد أصد في التعبير كل سؤال عليه درجتين مجموعة درجات في ال51 سؤال 70 درجة زائد العشر درجات بتوع المقالي إبقى أنا عندي كده كام 80 درجة المجموع الكل إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمكم يا رب وتجيبوا درجة عالية لإن اللغة العربية أول امتحان فعلي في المواد الأساسية يدلكوا دافعة كويسة ويلا بينا نبدأ المراجعة واحدة واحدة على المنهج بتاعنا إن شاء الله حبيبي حنبدأ معاكم مراجعة الوحدة الأولى في النحو قبل أي حاجة لازم تعرف كويس جدا ولازم تعرف كويس جدا الوحدة الأولى دي مهمة جدا عنوانها إيه؟ عنوانها قواعد النطق والإملاء يعني أسئلتها بتجي في النحو أو بتجي في الإملاء بتبقى مرتبطة بكتابة الهمزات أنواع الواو وبتجمع ما بين الكلمة إزاي بيكون إعرابها في موقعها في الجملة وبناء عليه الهمزة بتتكتب إزاي أو الواو بيبقى نوعها إيه؟ أو بيبقى وزنها إيه؟ فهي ترتبط بالنحو والإملاء في آن واحد أول سؤال بيقول الجملة صحيحة نحويا وإملائيا بالأمر والنهي في نشأة العلاقات وعدم الإساءة الصحي نقول بالأمر من أنشأ أنشئ ومع النهي دا تسئ يا ترى أني واحدة في الأربعة ألف ولا باء ولا جيم ولا دال هتبقى الإجابة الصحيحة الأول لازم تفهم من الهمزة اللي جاء في الآخر دي اسمها همزة متطرفة قبلها مقصور أنشئ والتانية لا تسئ قبلها مقصور دي الفعل تسئ مع الرفع هقول تسئو الهمزة اكتبها على السطر على النصب لن تسئ بالفتحة يبقى الهمزة برضو على السطر لكن لما تكون مجزومة يعني ساكنة تبقى الهمزة على الياء لأن السين مقصورة وكذلك في الفعل الأمر أنشئ الشين مقصورة يبقى جيب الهمزة علياء السين في لا تسئ مقصورة يبقى جيب الهمزة علياء يبقى الإجابة الصحيحة إن شاء الله رقم دال أنشئ ولا تسئ لماذا؟ لأن الهمزة متطرفة قبلها مقصور فكتبت علياء مثل كلمة شاطئ أما كلمة شيء يخطئ في كتابتها الكثير فبيعمل الهمزة على الياء هذا خطأ الصواب شين ياء همزة على السطر السؤال الثاني أباؤنا يحثوننا على تربية أبنائنا عند دخول إنا على الجملة السابقة تصبح إحنا عندنا آباء وأبناء والهمزة اللي هي بتكون متطرفة بعد الألف المد بتكون سلاسية بمعنى تيجي الهمزة على واو آباؤنا تيجي الهمزة على السطر في حالة النصب إن أباءنا تيجي الهمزة على نبرة في حالة الجر آبائنا أنا لما هدخل إنا هتتحول أباؤنا من مبتدأ مرفوع بالضم همزة على الواو إلى اسم إن منصب الفتحة فتكون همزة على السطر فالإجابة الصحيحة إن شاء الله هتكون رقم جيم أما رقم ألف خطأ لأن الهمزة على الواو تبقى حالة رفع رقم بقى خطأ الهمزة على نبرة تبقى حالة جر رقم ده الخطأ إملائيا في كل الأحوال السؤال الثالث اللهم أنصرنا ألف الفعل أنصرنا وصل ليه لأنه أنا علشان أحدد الفعل ده همزته إيه لابد أولا أن أرجعه إلى الفعل الماضي الفعل الماضي نصر الأمر منه أنصر يبقى أنصر أمر السلسي يعني أمر الماضي السلسي طيب لو كانت أنتج الماضي منها أنتجة يبقى ماضي الرباعي إذن الإجابة الصحيحة أمر السلسي وإحنا عندنا حقولك على معلومة جميلة جدا تفرق بيها بين همزة القطع وألف الوسط في الفعل كلما قل عدد حروف الفعل في الماضي تكون همزته قطع أخذ سلسي أنتج رباعي السلسي والرباعي الهمزة فيهما قطع أما انتصر خماسي استخرج السلسي همزتهما وصل الأمر السلسي وصل أنصر اعمل افهم ما تكتبش فعل همزة كذلك إذا جاء الفعل المضارع تكون همزته قطع يبقى الأمر السلسي على إطلاق همزته وصل أما المضارع اللي أوله همزة سواء سلسي أو غير سلسي مثل أعمل أستنتج أتعامل همزته هتكون قطع إن شاء الله السؤال رقم أربعة ركز معايا فيه قوي أنا أخله لك في صدر الشاشة كده عشان تركز معايا السؤال ده بيجي كتير جدا خلي بالكو أنا لما جبت الأسئلة دي أنا بصيت في أسئلة الدور الأول والدور الثاني من سنة 21 للعام الماضي وعملت أسئلة تدور في هذا الفلك السؤال بيقول العاملات يسمون بأعمالهن نوع الواو في الفعل ووزنه ركز معايا كويس قوي أنا عند الفعل يسمو ينتهي بالواو الواو هنا واو أصلية لو أنا قلت الطالب يسمو بخلقه وعلمه طب لو أنا خليتها العاملون يسمون لأ تتبقى واو الجماعة والنون هنا تبقى علامة إعراب مع جامع المؤنس السالم يسمو الواو أصلية والنون هنا نون النسوة ويبقى الوزن هنا على وزن يفعلن يبقى الإجابة صحيحة رقم جيم يبقى مع جامع المذكر السالم العاملون يسمون مع جامع المؤنس السالم العاملات يسمون النطق والكتابة واحدة لكن الواو والنون والوزن يختلف مع جامع المذكر السالم العاملون يسمون تكون الواو والجماعة والنون علامة أعراب وزنها يفعون أما مع جامع المؤنس السالم حتكون الإجابة أصلية والوزن يفعون لأن الواو هنا أصلية والنون نون النسوة أو ضمير رفع عمر بن العص فتح مصر نوع الواو فى عمر نسميها الواو الفارقة لأنها تفرق بين عمر وعمر طيب صرني أن تستعين بالله في أعمالك ده السؤال السادس وأن تخلص فيها المصدران الصريحة ركز معايا عشان السؤال ده بيجي في الوحدة دي وبيجي في الوحدة التانية اللي هي المصادر بس أنا جايبة هنا عشان أشوف حتختار الهمزة وصله ولا قطع فعل الماضي استعانة المصدر منه استعانة فأنا بحذف قاني وبجيب المصدر يعني الاسم من الفعل كذلك أن تخلص الماضي منها أخلصة فيكون المصدر إخلاص فتكون الإجابة إن شاء الله رقم برافو عليك رقم جيم ليه استعانة مصدر سداسي حروفه كتير هي يبقى وصل إخلاص مصدر رباعي يبقى همزته قطع إن شاء الله طيب السؤال اللي بعد كده لتزم بالصدق وإلا تندم ما تحته خطه يعرب فعل إيه بص معايا كده إحنا عندنا إلا تندم همزتها تحت لما تكون الهمزة بتاعت إلا تحت يا شباب تبقى دي تأولها إن لا تفعل ركز معايا قوي في الجملة دي في امتحان 95 شوف يعني يمكن تكون لسه متولدتش ولا يمكن حتى يعني ولدك كانت جاوز والدتك مثلا تحاني القديم ده جاب سؤال خطر جدا جاب قطعة وقال له استخرج اسلوب شرط حذفة منه فعله الجملة اللي قدامك دي التزم بالصدق وإلا تندم دي أصلها التزم بالصدق وإلا تفعل ذلك تندم الله أمر تندم تتعارب إيه فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط علامة جزم السكون وفعل الشرط محزوف نفهم من كده عندنا إن إلا لما يكون همزتها تحت بقى بعدها مضارع مجزوم إلا لما يكون همزتها فوق يبقى فعل المضارع بتاعها منصوب إذن الإجابة حيكون مجزوم ومجزوم هنا في إيه يا شباب مجزوم في جواب الشرط لإن فعل الشرط محزوف السؤال رقم 8 بيقول عمر وعمر طالبان مهزبان عند دخول إن على الجملة السابقة تصبح ركز معايا كويس جدا في دي الأول حتحدد إن عمر ممنوع من الصرف لإنه علم على وزن فعل فبالتالي لا ينون يبقى إن عمره ولما يترفع عمره ولما يتجر عمره لإن الممنوع من الصرف بيتجر بالفتحة إنما عمر عند نصبه تحزف الواو ويعوض عنها بالتنوين الإجابة إن شاء الله حتكون باء إن عمره وعمره يبقى عمره لا تنون لإنه ممنوع من الصرف وعمره أحزف النون واجيب التنوين مكانا تسعة أعيد للغة مكانتها الفعل أعيد همزة قطع لأنه حتجيب الماضي منه أعادة يبقى أمر الرباعي لإن أعيده ده أمر الماضي منه أعادة فيكون ده إن شاء الله أمر الرباع السؤال اللي جاي مرتبط بالإملة ارتباطاً وصيقاً الجملة دي مكتوبة خطأ تفائل فإن التفائل يملئ الكلوب سكر طبعاً خطأ خالص الصهوب بتاعه تفائل تبقى الهمزة على السطر فإن التفائل الهمزة على وو يملأ الهمزة على ألف لأنه ما قبلها مفتوح يبقى تفائل الهمزة على السطر قبلها ألف مت التفائل مضمومة قبلها ساكن يبقى على وو يملأ مفتوح يبقى الهمزة المتطرفة قبلها مفتوح تكتب على ألف السؤال بعد كده العاملون يرضون بما تنتجه أعمالهم اجعل الفعل الذي تحته خط الجامع المؤنس يعني العاملات ركز معي بقى كويس جداً في الحتة دي الفعل الماضي المضارع يرضى الضد هنا مفتوحة لما أجي أجيب نون النسوة أبقي على هذه الفتحة ثم أحول ألف إلياء ثم أضع نون النسوة فتكون يرضين يبقى العاملات يرضين وتبقى الإجابة إن شاء الله رقم ألف يرضين دي معياء المخطبة أنت ترضين تبقى بالتاء إنما هنا يرضين طب لو كانت يقضي يقضين لأن الضد مكسورة يقضي يقضين يرضى يرضين لأن الضد مفتوحة بعدها ألف فتبقى الألف كما هي الفتحة كما هي في النطق نعم نقطة ملتزمة بكلمات الكلمة المناسبة الأول ده اسلوب إيه؟ اسلوب متحة الكلمة اللي تيجي بعد نعمة متحة أو بئسة زم ناكرة تعرب تمييزاً تمييزاً ملحوظاً منصوباً بالفتحة يبقى أنا هحزف ألف وححزف باء لأن ألف مرفوعة إمرق ويباء مجرورة إمرق يفضل عند الإختيار جيم أو دال أنا هختار إن شاء الله جيم إمرقاً هنا في سؤال بيطرح نفسه إمتى حطت ألف بعد التنوين في الآخر وإمتى ما حطهاش؟ لا توضع الألف بعد الهمزة المنصوبة المنونة بفتحتين إذا كان قبلها ألف مثل سماء سماء أضع على الهمزة فتحتين وما حطش ألف مد بالمختصر كده لا تأتي همزة بين ألفين رجاء سماء بناء غطاء غطاء كل هذه الكلمات كل هذه الكلمات لا تأتي بعد همزتها ألف على الإطلاق لكن هنا إمرق قبل الهمزة راء فتأتي بعدها ألف مباشرة بعد كده هناخد ثلاث أسئلة مقالية على الوحدة الأولى كاتب الدرس فهم ما فيه اجعل الجملة للجمع المذكر أول حاجة عملها يبقى كاتبوا واو وما حطش ألف المفروض كاتبون فبحزف النون علشان الإضافة يبقى كاتبوا الدرس فهموا ما فيه وحزف النون من كاتبون علشان الإضافة 14 استعمال أدوات العمل بإتقان يدل على المهارة صوب الأخطاء في الجملة السابقة أول خطأ عند استعمال دي ألف وصل هحزف الهمزة لأنها هنا مصدر سوداسي أدوات دي من الأسماء أحط لها الهمزة قطعة بإتقان دمزة الرباعي أحط لها الهمزة بإتقان يبقى الصواب استعمال من غير همزة أدوات أضع لها همزة إتقان أحط لها همزة لأنها مصدر الرباعي جاء الطالب مبكرا أسند الضميرنا إلى الفعل جئنا مبكرين جئنا مبكرين تكتب إزاي جين همزة على نبرة نون ألف مد ليه؟ لأن الهمزة هنا متوسطة قبلها مقصور جي جي الجيم مقصورة تبقى الهمزة على نبرة جئنا نمجاء الهمزة على السطر عشان قبلها ألف مد تعالوا كده إن شاء الله ناخد تدريبات على مدرسة الإحياء والبعث قبل ما نبدأ الأدب إحنا عندنا خصائص ثابتة في كل مدرسة يعني على سبيل المثال إحياء والبعث استخدام الألفاظ التراثية الموأمة ده طبعا الكلاسيكية الجديدة بريادة أحمد شوقي الموأمة بين الأخذ من التراث والالتفات إلى ثقافة العصر عدم استخدام الوحدة العضوية تعدد الأغراض مناقشة مشكلات المجتمع وحاجات كتيرة أهم أهم حاجة وإنت بتقرأ الأبيات لازم تركز وتعرف إن فيه في البيت كلمة أو كلمتين بيكونوا مفتاح للإجابة تمام؟ تعالوا ندرب كده عمليا ونشوف أول حاجة عندنا يا شباب قال شوقي عصفت قصب اللعوب ومرت سنة حلوة ولزة خالسي الصبا بفتح الصاد الريح الرقيقة التي تهب من الشرق وهنا بيوصف فترة الشباب وبالمناسبة دي صورة ممتدة تعرفها إزاي في البلاغة؟ إن المشبه عنده واحد وهي فترة الشباب أما المشبه به فهو متعدد فهو صوره مرة بالصبا ومرة بالسنة ومرة بالخالس وكل ده بيدول على السرعة من خلال قراءتك للبيت السابق حدد سمة من سمات الإحياء والبعث من خلال قراءتك للبيت حدد سمة طيب أول حاجة هل دي قضايا الوطن؟ تمام بنحية البيانية ولا الوجدانية ولا تقريد القدماء طيب إنت لو بصيت كويس جدا في البيت ده هتلاقي في عشر صور خيالية عصفت قصبة تشبيه قصبة اللعوبة استعارة مكنية والثلاثة مع بعض صورة مركبة مرت سنة زيها تشبيه استعارة صورة مركبة لذة خالس تشبيه استعارة صورة مركبة قد تسعة والبيت كله صورة ممتدة يبقى عشر صور يبقى الإجابة إن شاء الله الاهتمام بالنحية البيانية وكلمة الناحية البيانية يعني قصرة الصور الخيالية أحيانا يجي السؤال يقولك غلبت البيان وهي أيضا إجابة صحيح قال حافظ إبراهيم وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي البيت يوضح سمة من سمات الكلاسيكية الجديدة البدء ببكاء الأطلال؟ لا مخاطبة الصاحبين؟ تانية كان يقول يا صاحبين تقصى نظريكم ترى يوجوها الأرض كيف تصوره؟ ما جابش هنا حاجة زي كده البيت واحدة القصيدة؟ البدء بالغرض المعني؟ نعم هي رقم دال دي أول القصيدة بدأ بالغرض المعني في المدرسة دي لم يعني يتخلص شعراء الكلاسيكية الجديدة والإحياء والبعث من القديم كليتا فكانوا يبدؤون بالبكاء على الأطلال أو الغزل أو يدخلون مباشرة في غرضهم المعني وهو ده المقصود من السؤال أحمد محرم بعد وفاة شوقي بيقول أمير القوافي هل لي منك صوت يريح النفس أم طوي الكتاب رأيت والمنية ملء عيني وفي لحظات عينيك الطراب طيب هنا أمير القوافي هل لي منك صوت يريح النفس أم طوي الكتاب رأيتك والمنية ملء عيني وفي لحظات عينيك الطراب تتضح من البيت خصيصة من خصائص الكلاسيكية إيه؟ تأثر بالقديم تعبير عن روح العصر ببدء بالغزة الاتمام بشعر المناسبات عنوان السؤال أو عنوان السؤال A بعد وفاة شوق إذن هذا رساء يبقى على طول من غير ما تفكر الاتمام بشعر المناسبات الرساء والفخر والمدح وما أشبه يبقى ده مرتبط بالمناسبة والمدرسة دي كانت مشهورة جدا بهذا العمل بعد كده عندنا علي الجارم بيقول جلبوا للقريدة جلبوا للقريدة ثوبا من الغرب ولم يجلبوا سوى الأكفاني ثم قالوا مجددونا فأهلا بصناديد أخريات الزمان يعكس البيتان موقفا للشعب نخال مدرسة الإحياء رفضوا للفقر وحبوا اللغة العربية أمانوا فكر الجماعة الإسلامية رغبتوا في التجديد طيب رفضوا للفقر ما ظهرش هنا أن نتكلم عن الفقر إيمانوا بفكرة الجامعة الإسلامية ما فيش إشارة لها رغبته في التجديد ما كانش المدرسة دي رغبة في التجديد قوي لأنها كان بتقلد القديم هنا هيبقى حبه للغة العربية القرد هنا يعني كتابة الشعر بيقول جابوا توب من الغرب ولم يجلبوا سوى الأكفان يعني اللي بيجيبوه جديد ده من الغرب ما هو إلا كفان يعني موت للغة العربية وقالوا مجددين فهو بيهزأ بيهم يعني فيبقى هنا هو بيحب اللغة العربية وبيحافظ عليها كأنه بيقول لسنا في حاجة إلى يعني سوب من الغرب الأوروبي الشعر بيقول أنادي الرسمة لو ملك الجوابة وأجزيه بدمعي لو أثابة استندق مظهرة من المظهر القديم في شعر مدرسة الإحياء والبعث أول ما تشوف كلمة الرسم وهي الرسمة على الضيار الزائلة دي على طول من غير ما تفكر حتكون إن شاء الله الوقوف على الأطلال بعد كده حافظ إبراهيم بيقول يا سعد أنت زعيمنا ووكيلنا وعليك عند مليكنا التعويل فادفع وناضل عن مطالب أمة يا سعد أنت أمامها مسؤول استند من بيتين سببا دفع تلامزة البرودي إلى التجديد انفتاحهم على الثقافة الغربية ما ظهرش في البتين عدولهم من المديح إلى التاريخ ما ظهرش وده كانت سمة من سمات شعر أحمد شوق طيب يفضل عندي يباء يدال نضالهم الوطن ضد الاحتلال ولا موقفهم من القصر والخديوه هو فوق كاتبي عند مليكنا يبقى مين يبقى الخديوه يبقى إذن الإجابة رقم دال موقفهم من القصر والخديوه قال شوقي على لسان كيلو بطرة موقف يعجب العلا كنت فيه بنت مصر وكنت ملكة مصري وضح النتيجة المترتبة على كتابة شوقي لهذا اللون الأدبي خلي بالك أحمد شوقي برع في كتابة المصرحات الشعرية فألف سبع مصرحيات ستة منهم شعر واحدة فقط نسرية وهي أميرة الأندلس لما يقولك على لسان كيلو بطرة ومكتوب اللون الأدبي يبقى على طول ريادته للمصرح العربي تبقى الإجابة ألف إن شاء الله آخر سؤال عندنا في لا لسه فيه كمان طيب فزعته إلى الدموع فلم تجبني وفقد الدم عند الحزن وفقد الدم عند الحزن داءه وما قصرته في جزع ولكن إذا غلب الأسى ذهب البكاء من سمات مدرسة الإحياء في البيتين ركز بقى معايا في الحدة دي غلبت النزعة الروحية لا يمكن تكون عند البرود لأن دي سمة من سمات مدرسة المهاجر وده ظهرت بعد وفاة البرود يجيب 30-40 سنة الرغبة في التجديد إحنا اتفقنا المدرسة دي ما كانش عندها رغبة في التجديد لأنها ترتدي عباءة القديم تحقيق الوحدة الفنية في الأول أنا قلت لك ما فيش وحدة فنية مطلقا لأنهم كانوا بكتبوا أغراض مختلفة وموضوعات متعددة مما أدى إلى تفكك القصيدة يبقى هنا غلبة الجانب البياني وده واضح جدا من يعني الصور المتزحمة فيها أحمد محرم بيقول القوم مز فارقة مكة أعين تأبل قرى قرى يعني النوم وجوانحه ليضلوع الصدر تتمل ملو استندج السبب وراء إطلاق البعض على أشعار أحمد محرم اسم الإليازة الإسلامية لازم تعرف أن أحمد محرم كان له دور في تطويع الشعر العربي حيث جعل القصص التاريخ العربي الإسلامي في شكل شعر أنه أسهل في الحفظ فأطلق عليه البعض الإليازة الإسلامية تعظيما لأنواع شعره اقتداء بالشعر اليوناني الراقي الإجابة ستكون إن شاء الله رقم باء القدر على تطويع الشعر العربي للقصص الإسلامي السؤال العاشر فإني أحب النابغين لعلمهم وأعشق وروض الفكر وهو نظيره من خلال فهمك للبيت سببا استنتج سببا لسهولة الإسلوب وسلاسات عند الإحيائيين دي ملهاشة الإجابة واحدة ارتباط جيلهم بالصحاف لأن من يقرأ في الجرائد يكون مسقف أو نصف مسقف أو ربع مسقف أو يعني زي ما بنقول بيفك الخط إذن من يكتب في الصحافة فلابد أن يكون أسلوب سالس لأنه يخاطب جميع الطبقات وبالتالي تكون الإجابة إن شاء الله رقم ألف السؤال الحادي عشر رزق الله أهل باريس خيرا وأرى العقل خيرا ما رزقوه ده قول شوقي لأنه كان سافر زي ما أنتو عارفين فرنسا عشان يدرس الحقوق فدرس الأداب الفرنسية وذهب إلى المسارح الأوروبية استنتج من خلال فهمك للبيت مكون المقومات ثقافة شوقي هل انشغلوا بقضايا وطني ولا قراءاته في الشعر العربي ولا حب اللغة العربية ولا ثقافته الأوروبية أهو عند كلمة باريس إذن الثقافة الأوروبية وبالذات الفرنسية لو تلاحظ أنا تريبا غطيت لك كل ما يتعلق بمدرسة الإحياء والبعث لأن أنا بحثت في الامتحانات الماضية دور أول ودور تاني وجدت أن أكتر أسئلة بتيجي على مدرسة الإحياء والبعث كده إحنا انتهينا من المراجعة الأولى تمام ندخل إن شاء الله على المراجعة الثانية إن شاء الله حنبدأ مع بعض دلوقت حبيبي في الوحدة الثانية وحدة مهمة جداً اسمها الأبنية اللي هي إيه؟ مشتقات اسم الفعل واسم أفاولوساه المبلغة واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان والمصادر بكل أنواعها والمقصور والمنقص والممدود وحدة تقيلة جداً وأسئلتها كتير جداً وبييجي منها أقل حاجة أربع أو خمس أسئلة من الستاشر سؤال اختار من المتعدد ممكن يجي السؤال المقال منها يلا بينا ونشوف الأسئلة بتيجي إزاي والإجابة عليها بتيجي إزاي أول سؤال بيكون بيت شعر زي ما أنت شايف كده وظلم زو القرب أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي الحسام يعني الصف القاطع والمهند اللي برضو اسم من أسماء السيف إعراب أشد مضادة أنا جايب السؤال ده ليه؟ كتير جداً من الطلبة بتبقى مش عارفة الإسم اللي بعد أفعل بيتعرف مضاف إليه ولا تميز أولاً كلمة أشد هنا هتبقى خبر مرفوع بالضم وظلم زو القربة مالو إيه اللي بيتمم المعنى أشد إبقى أنا هاحذف ألف ودال إبقى أنا مخير مبين بق وجيم النقطة اللي عنت لك عليها يا طرى اللي بعد أفعل هيتعرف تمييز ولا مضاف إليه طرى سهلة جداً أحذف أشد إكرأ الجملة وظلم زو القربة مضادة تنفع؟ لا ما تديش معنا إيه بقى بالتالي دي تمييز طب لو قلت العلم أعظم كنز العلم كنز تنفع يبقى كنز مضاف إليه يبقى لما أحذف اسم التفضيل والجملة تدي معنى يبقى مضاف إليه ما تديش معنى يبقى تمييز السؤال اللي بعد كده حما الجندي وطنه ميز اسم الفاعل العامل من الفعل مما يلي تعرفين اسم الفاعل العامل بيأتي بعدين معمول فعل أو مفعول به حسب المعنى أمحمي غلط ده اسم مفعول حامي الجند وطنه ما ينفعش لازم يكون قبل اسم الفاعل أو المشتق صية مبلغة أو اسم مفعول إذا كان نكرة يكون قبلها استفهام أو نفي أو موصوف أو إحنا قلنا إيه استفهام أو نفي أو موصوف أو نداء حتيجي هنا تقول الإجابة رقم باء هل حامي المصري وطنه قبلها استفهام هل أو أه استفهامي حامل مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة عليها المحزوفة المصري فاعل لإسم الفاعل مرفوع بالضمة وطنه مفعول به لإسم الفاعل منصوب بالفتحة السؤال بعد كده سؤال مهم جدا على غرار السؤال اللي جيه في العام الماضي اللي هو كان البناء للمجهول لما قال حالف التوفيق أولي العلم المجتهدين وكانت الإجابة حولفة حاء واو لم فيه أولو العلم المجتهدون هنا كفأني أبي لتفوق في الدراسة أول حاجة تعملها تحزف الفاعل أبي تبقى أبني الفاعل باي كوفئتو الإجابة رقم جين هتقلب الألف الواو وتقلب يا المتكلم من ضمير المتكلم إلى تائل الفاعل المتكلم برضو فتبقى كوفئتو لو كان كافأك كان يبقى كوفئتا لو كان كافأك كان بقت كوفئتي السؤال اللي بعد كده التقنية أعظم عمل حديث طبعا أعظم هنا هتكون مضافة إلى نكرة أي أعظم عمل حديث مضافة إلى نكرة ويلزم الإفراد والتسكير وإسم التفضيل الناكرة والمضافة إلى نكرة يلزم الإفراد والتسكير والمعرف بألي وطابق والمضافة إلى معرفة يجوز في المطابقة وعدم المطابقة قال المتنبي بيدوا الفوارس طعنون من لحقوا من الفوارس شلالون للنعم من اسم موصول بمعنى الذي تمام كده يبقى أحزف ألف وجيم أحزف ألف طيب هاختار بق ولا جيم ولا دال طعنون يطعنون يبقى دام مفعول به تبقى الإجابة إن شاء الله رقم باء قال جرير لو لا الحياء ولا عادان استعباره ولا زرت قبرك والحبيب يزاره الحياء مصدر سلاسي من الفعل حياء استعبار من الفعل استعبارة فيكون مصدرا لفعل سلاسي كون الأسم خلقا والأعلى منزلة لما نحاول جملة المسنة المؤنس يصبح اسم التفضيل كون السميين خلقا والعليين هتبقى الإجابة رقم جيم تلاتي آت في كلمة العليين ويا إن فقط في رقم جيم ليه تلاتي آت العليا ده المؤنس إليا أصلية الألف تقلب إلى ياء يبقى العلي ياي وعلامة النص بالياء يبقى العلي ياي تلاتي آت أجادة المعلم شرح النحو لما نحاولها لصغة مبلغة الفعل أجادة يا شباب عندنا المضارع منها يجود رجع الألف لأصلها تبقى مجواد على وزن مفعال لكن مجيد بفتح الميم ده على وزن فعال من مجدة مجود دي اسم مفعول من جادة يا جود مجود جائد اسم فعل من جادة الصواب يبقى مجواد طب لو باع مبيع ترد الألف إلى أصلها استقال الموظف يبقى استقالة واحدة بل جاء لكلمة واحدة عندما يكون في المصدر الأصل تاء مثل أدارة إدارة إدارة واحدة رحمة 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 واحدة استقال استقالة واحدة أما إذا كان الفعل ثلاثيا يأتي على وزن فعالة ضربة ضربة وإذا كان غير ثلاثي نزود تاء على المصدر الأصلي انطلق انطلاق انطلاق إبقى إذن الإجابة صحيحة جيم استقالة واحدة لا يمكن أن تتحقق الأماني الكاذبة لما نحاول المصدر المؤول هنشيل الآن خلي بالك بقى من النقطة دي كويسة جدا إيوه هتقول تحقيق تتحقق يبقى تحقق رقم بقى المصدر ابن فعله ابن فعله بمعنى لو أنا قلت خرج يبقى خروج أخرج يبقى إخراج تخرج يبقى تخرج 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 استخرج استخراج حقق تحقيق تحقق تحقق فتبقى الإجابة ان شاء الله رقم بقى هو ضراء الشر عن أهله همزة لما نجي نسني لازم الأول تعرف نوع الهمزة الماضي منها ضراءة تبقى الهمزة أصلية عند التسنية تبقى الهمزة كما هي ونضيف العلامة هما ضراءان ضراءان تكون الإجابة رقم بقى خبر مرفوع بالألف ما أعظم أن تتأنى في اتخاذ قراراتك لقد دع برضو مصدر صريح يبقى ما أعظم التأني أنا بأكد للمرة المليون المصدر ابن فعله يبقى الإجابة إن شاء الله رقم بقى التأني هفى القلب يبقى هفوة ما أقولش هفوة واحدة لأن المصدر من هفى هفوا فيبقى اسم المرة هفوة أرجع الألف لأصلها خطأ خطوة أو خطوة نطق الصحيح بقولش خطوة واحدة دانة دنوة اللي هو دنوة فتبقى دنوة نشو بقى الأسئلة المقالية يجب أن تتحقق من جودة أعمالك يبقى يجب التحقق يجب التحقق يبقى في محل رفع فاعل حاول المصدر يبقى فاعل على طول وخط بقى المعلومة دي يجب يمكن ينبغي يحسن يتحقق ما يأتي بعدها يعرب فاعل هذه الأفعال اللازمة لا تنصب مفعولا به يجب التحقق من جودة أعمالك ده المصدر الصريح ويبقى الإعراب بتاعه فاعل مرفوع بالضم كن الأفضل خلقا المسن المؤنس يبقى كونا الفض ليين لأن المؤنس هنا مؤنس الأفضل الفض ليبقى الفض ليين وخلقا هتبقى تمييز منصوب بالفتحة عايزين نطلع المصادر من الشؤال رقم 17 الاشتراكية ماذا بالاقتصاد يعتمد على التنمية واستثمار طاقات الأمة على أن تتحد صفا واحدا بين المصادر في العبارة السابقة وأنواع الاشتراكية مصدر صناع ينتهي بياء وتاء ويكون زائدتين أصلال الاشتراك ولا تعرب نعتا إن أعربت نعتا يكون اسم نسو مذهب مصدر ميمي الاقتصاد مصدر خماسي التنمية مصدر رباعي من الفعل نمى اقتصاد من اقتصاد استثمار سداسي من الفعل استثمار صفا سلاسي من الفعل صفا وكده خلصنا النحو في الوحدة التانية نشوف الاتجاه الوجداني للشاعر الكبير خليل مطرن المدرسة دي تمردت تماما على مدرسة الإحياء والبعث وارتدت عباءة الجديد فدعا إلى الوحدة العضوية ودعا إلى الاهتمام بالعاطفة ودعا إلى استخدام أغراض شعر جديد الخروج من أسر وقيد أنماط الشعرية القديمة المتكررة شعر جديد ليس مجبرا على الاتين بقافية لا يريدها أو كلم عربية لا يريدها إلا أنه تمسك بتلاتة من الأديم أول حاجة وحدة الوزن والقافية اتنين استعمال الصور الجزئية التشبيه والاستعارة والكناية استخدام الألفاظ العربية الأصيلة الشعر هنا بيقول أكسو قديم أفوافا يعني أسوابا تجدده وبعض ما تكتسل أشعار أكفانه تمام استنتج من البيت السابق مأخزا يعني عيبا من المآخز التي عاباها مطران على الإحيائيين طبعا هتكون تقليد القدماء لأن قال هنا أكسو أكسو قديمي وأنا قلتلك دايما بيبقى عندك كلمة مفتاح الإجابة أليس الهوى روحه هذا الوجودي كما شاءت الحكمة الفاطرة استنتج سمة من سمة الرومانتكية عند مطران الهوى وروح يبقى على طول العاطفة الجياشة الهوى الحب إنما الشعر تصوير لما خفقت له القلوب كأقدار وحدثان استنتج من بيت السابق سمة من سمات الصيغة الشعرية الجديدة عندها الرومانتكية الشعر تصوير وقلب إيه بقى هل اكتساب الألفاظ قدر جدا على الإحق امتزاج التراث بالعصرية اكتساب الألفاظ دلالات حديثة لا الإجابة انطلاق الصورة من الوجدان الشعر هو يا منا القلب ونور العين منذ كنت وكنت لم أشأ أن يعلم الناس بما حننت وحننت حدد من خلال بيتين سمة من سمات الشعر مطران غلبة الزهنية ده حناخدها بعد كده في مدرسة الطيار الوجداني أو قصد مدرسة الديوان بتاعة العقاد إنما هنا المل الرمز مشتبه ورده دي تبع مدرسة تلت مدرس الحقيقة أبوله والمهاجر والمدرسة الواقعية هتبع الإجابة إن شاء الله رقة المشاعد إن كان صبري قليلا فإن وجدي كثيره ليس المحب صدوقا في الحب وهو صبوره تطلع المسل العليا الاتمام بالطبيعة الاعتزاب وعيد اجتماعي الإجابة هتبع ألف التعبير عن تجربة الذاتية وبين أوي صبري يا المتكلم وجدي يا المتكلم حينما يكسر الشعر من ضمير المتكلم إذن تكون تجربة ذاتية صادقة حافظ إبراهيم مرسيا إسماعيل صبري سكن الظلام وبات قلبك يخفق وسطا على جنبيك هم مقلق سكن الظلام وبات قلبك يخفق وسطا على جنبيك هم مقلق حدد من البيت السابق مأخذ يعني عيبا أخذهم مطران على شعراء الإحياء طبعا اكتساب الألفاظ دلالة حديثة دي يعني دي ميزة مش عيب استعارة المادة الأدبية من القديم ممكن اهتمام بشعر المناسبات ممكن عدم الاهتمام بالوحدة العضوية ممكن الإجابة الصح زي ما أنا قلت لك لما أقول مرسيا يعني رساء فتبقى الإجابة إن شاء الله رقم جيم الاهتمام بشعر المناسبة وإني أهواكة ملأ عيوني وملأ حشاشة الصابرة السماء اللي اتضحت هنا من سماته الرومانتكية هل قصرة الحديث عن مواطن الزكريات التعلق بالطبيعة ومناجاتها غلبت المشاعر متضفقة للمحبوبة وللحديث عن نفس الإنسانية بين أوي إن هوا وحب يبقى رقم ديال غلبت المشاعر متضفقة للمحبوبة السؤال الأخير والليل داج كثيف كأنه في حداد تروح فيه وتغدو كسيرة التردد السماء اللي ظهرت في البيت من سمات الاتجايل وجداني هل امتزاج بالطبيعة واللي تمام بالنفس والذات ولا التجديد في الموضوع ولا قوة النضال الوطن طبعا قوة النضال الوطن دي نستبعدها تماما لكن حيكون هنا إن شاء الله الامتزاج بالطبيعة وكده انتهينا من الوحدة التانية نحو أو مراجعة تانية نحو أدب وبلاغة وإن شاء الله نشوف الوحدة السالسة إن شاء الله هنبدأ في المراجعة الثالثة وهي عبارة عن مدرسة الديوان والوحدة الثالثة في النحو مدرسة الديوان دي كان رائدة ثلاثة عباس محمود العقاد وبرم عبد القادر المازيني وعبد الرحمن شكري الثلاثة جمعهم أنهم جمعوا بين الثقافة الإنجليزية والعربية الأب الروحي لهم خل المطران بس خل المطران كانت ثقافته فرنسية أما بالنسبة لهؤلاء السلاسة كانت ثقافتهم إنجليزية لكن كلهم ضروا في هذا الفلك من التجديد أهم سمة تميز هذه المدرسة الإغراب في الزهنية أو الاتجاه العقلي لكن عندهم امتزج بالطبيعة الميل إلى الحزن والألم الدعوة إلى الشعر المرسى المتحر من قافية الابتقار والتجديد في الموضوعات تحقيق الوحدة العضوية والصورة الكلية والتجديد كليتا في الشعر وموضوعاته تعال نشوف كده الأسئلة بتيجي زي من لي بنفسي أرى نفسي بها مزحت كما تمازح في وديانها الغدر الغدر جمع كلمة غدير مفروض غدران بس ده جمع جابه علشان الوزن والقافي والنفس في عيشها شتى منافذها منها القلوب ومنها السمع والبصر استنتج السمة التي يمثلها البيتان من سمات مدرسة الديوان بين أوي إن إحنا عندنا من لي بنفسي أرى نفسي كما تمازح يعني الكلام هنا جاف في أوي السمع والبصر فتبقى الإجابة رقم ألف غلبت العقلانية على العاطفة السؤال اللي بعد كده ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدانه وفي شدوك شعر نفسي لازور وبهتانه هنا هل تجربة ذاتية صديقة ولا وعي اجتماعي ولا تطلوها المسل العليا ولا أعدز بالثقافة الجديدة آخر كلمتين قال إيه لا زور وبهتان يعني ما فيش كدب إيبا الإجابة رقم ألف تجربة ذاتية صادقة لأنه قال إن الشعر وجدان أو تجربة ذاتية وصادقة ما فيها الزور ولا بهتان السؤال بعد كده بيقول ستغرب شمس هذا العمر يوما ويغمض ناظري ليلة الحمامي فهل يسري إلى قبري طبعا الحمام بكسر الحاء اللي هي مصيبة الموت غير الحمام فهل يسري إلى قبري خيال من الدنيا وأبناءه الأيامي استندج سمة من سمات الدوانيين من خلال البيتين السابقين طبعا ما فيش هنا تطلق إلى مسل العليا الغوصة في النفس واستبطانها التأمل في حقائق الكون وأسرار ووضوح الجانب الفكري واضحة جدا رقم دال التأمل في حقائق الكون وأسرار لأنه بيكلم هنا على ما بعد الموت وكيف أن حياة أخرى الشعر بيقول بعد كده ذهب الوفاء في أحسن وفاء وأرى الحفاظة تكلفا ورياء تكلفا يعني تصنعا رياء يعني تملق ونفاق هتبقى باينة جدا هنا هل غلبت البيان ونظور مسحة الحزن والاستخدام لغة العصر والوضوح الجانب العقلي بين أو مسحة الحزن أنه لم يعود في الدنيا وفاء وإن ظهر فهو تكلف ورياء والدعاء الشعر بعد كده بيقول إنما الشعر أيها القوم روح حية تملأ الشعور بهاء طيب استنتج الجانب اللي اتأثر به تلاميذ العقاد لأن ده اللي كاتبه الشعر محمود عماد هل تقلب الفكر ولا الامتزاج بالطبيعة ولا النظرة إلى الحياة ولا الشعر قيمة إنسانية بين أوي الشعر قيمة إنسانية لأنه بيقول الشعر روح حية بتملأ روحك وشعورك بالجمال والبهاء شو بقى السؤال الجاية ده مهم جدا 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 قال العقاد في الملك فاروق استنى ينهر بيض ده العقاد كان بينقض شعراء لحاء والبعث والهم إزاي تكتبوا شعر متح إزاي تكتب شعر رساء سؤال العقاد في ذلك أتكتب متحا ورساء ووصفا وفقرا قال نعم قالوا وكيف وأنت قد منعته ونقدته في الصابقين قال لا مانع أن يكتب الشعر في شعر المناسبات إذا كان شعره صادقا إذا كان العقاد يرفض هذا النوع من الشعر لأنه كان يخل من الصدق أما هو فكان يكتب شعر صادق بيقول إيه بقى في الملك فاروق ملك تعالى الله بارئه بالخير يأمرنا ويأتمر مستعصم بالله معتم مستمسك بالحق مقتدر تخيلوا العقاد قال في الملك فاروق ماشي حنقول إن هو شعر صادق إيه بقى المأخذ اللعاب وأصحاب الدوان الحقيقيين ووقعوا فيه يعني خلي بقى من صغيرة السؤال يعني العقاد قال ده غلط وهو يعفيه أكيد حيبقى الاهتمام بشعر المناسبات والمحافل وإحنا اتفقنا إن أي شعر يجيلك فيه مدح أو هجاء أو رساء أو كده يبقى إن شاء الله شعر مناسبات قال الرافعي والذي يزرع التهاونة في الأشياء لا يجتنبه إلا هوانا استمدج السمة التي عابت هذا البيت من وجهة نظر الدوانيين طبعا غلبة الزهنية دي استحالة لأن دي سمة من سمات الدوانيين نفسهم سيطرة النزعة الروحية برضو استحالة لأن دي سمة من سمات مدرسة المهاجر لصدورها جاي بعدين يفضل عندي ألف ودال دايما تعمل كده لما يجيلك اختيارات وإنت مش عارف الإجابة اتبع طريقة الحسف بطريقة الحسف الصح هل غلبة الصور البيانية ولا يتمام بالغير طب تعالى كده يزرع التهاون استعارة مكنية صور التهاون التهاون بنبات يزرع في الأشياء استعارة مكنية صورة بأرض يزرع فيها لا يشتنيه إلا هوانة صور الهوان بزرع أو نبات أو صمار تجنى إبا الإجابة رقم ألف وهي غلبة الصور البيانية تراغم الأحداث حتى كأنني وجدت على قره من الحدثان الحدثان في اللغة يعني الليل والنهار يعني هو مقره على أن يستمر في الحياة ليس رغبة منه فلا هي تصمي القلب منها إذا رمت ولا ترعوي يوما عن الشنقاني من غير ما كمل شكل الكلام جف ومن غير ما نتناقش هي بقي طغيان العقلانية شوف مرة يجيب لك الزهنية مرة يجيب لك العقلانية مرة يجيب لك إنجانب الفاكري لما تلاقي الكلام وما فيش مجال للقلب وهو مقره على أن يولي الأيام إذن الصيغة العقلية هي المسيطرة كده خلصنا الأدب ندخل بقى على الوحدة الثالثة في النحو وحدة مهمة جدا برضو وهي الجملة الإسمية كل ما يتعلق بها متدقوا الخبر وحالة تقديمه وتأخيره كانوا أخوتها كادوا أخوتها إنوا أخوتها لن نفعل الجنس الجملة التي لا محل من الأعراب والتي ليس لها محل من الأعراب ركز معايا علشان الوحدة دي بيجي فيها أسئلة كتير جدا وللأوطان في دمي كل حر يد سلفت ودين مستحقه خبر المبتدأ يد أول ما تلاقي الجملة بدأ بجره مجرور تعرف إن عندي مبتدأ مؤخر وخبر مقدم يبقى يد يا شباب مبتدأ مؤخر الخبر للأوطان في بعضك يقول لي في دمي كل حر أقول له لأ في دمي كل حر متعلقة بكلمة للأوطان يبقى هي على بعضها وللأوطان في دمي كل حر يد الأوطان هي لها إيد لها فضل علينا يبقى بالتالي الإجابة هنا للأوطان إجابة النحو إوعى تغفى لحقك أن تفهم المعنى لأن الإعراب في اللغة يقولك أعرف لي عن قولك يعني وضح لي أنت بتقول إيه فلازم تفهم المعنى عشان تعرف الصح عسى أنت اكتاد وتتفوق في دراستك انتبه معايا جدا للسؤال ده جيه مرة واحدة في السنوال العامة في الدور الثاني أعتقد في عام 22 كتير جدا من الطلبة غلط وقال خبر عسى تب فين اسمه؟ المعلومة بتقولك إيه بقى إذا جاء أنوى الفعل المضارع بعد عسى أو أي فعل من أخواتك كده يعرف مصدر مؤول في محل رفع فاعل لأنه ببساطة لو أنت قلت لي خبر عسى فين الاسم؟ فيش يبقى عسى اجتهادك وتفوقك في الدراسة إيه بقى إذا في محل رفع فاعل الإجابة بقى أَيَطْلُبُ الْمَجْدَ وَيَبْغِ الْعُلَى قَوْمٌ لِسُوقِ الْعِلْمِ فِي هُمُوا كَسَادُوا السؤال ده قوي جدا سؤال صعب أنا معترف أنا وضع السؤال وأقول لك كده إحنا لازم نحط برضو خلي بالكو بيبقى فيه أسئلة قوية علشان للطلبة المتميزة في البيت جملة في محل السؤال في غموضين إيه هي الجملة في محل إيه؟ تم تجي نحدد كده أَيَطْلُبُ الْمَجْدِ لأ مش هي دي الجملة لإني أبلا يستفهم ويبغي العلم أعطوف عليه الجملة هنا فيهم كساد آه هنا بقى في نقطة مهمة عايزة أقول لك عليه لما تيجي تعرف جملة وتشوفها في محل إيه؟ أرجوك تدور على الرابط إيه الرابط؟ الضمير فيهم هم عيد على ارجع 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 قوم قوم هنا نكرة ولا معرفة قوم إيه؟ يبقى دي نكرة الجملة بعد الناكرات ها؟ صفات يبقى بالتالي فيهم كساد يبقى فيه محل رفع ليه؟ لأنها ناعت الكلمة قوم وقوم رفع ليه؟ لأنها فاعل تمام؟ السؤال اللي بعديه فاصبر إلى غد عسى نكبات الظهر عنك تزولوا فعل لناقص ولا تام؟ التام لا يأتي معه خبر الناقص يأتي معه خبر يعني كانوا أخواته وكادوا أخواته أفعالوا ناقصة لأن فيها اسم وخبر الفعل إذا لم يأتي معه خبر جمعه مفعول به أي حاجة فعل فاعل مفعولين ثلاثة حتى يبقى فعل تام اصبر اصبر والفعل ما ستقدره أنت هل هنا في خبر؟ هل اصبر ده أصبع من أخوات كان أو كده؟ لا يبقى ده فعل تام بص بقى معي العسى نكبات الظهري اسم عسى خبرها تزول يبقى ده ناقص ده غير المثال اللي فات هنا عندي اسم نكبات والخبر تزول يبقى الإجابة إن شاء الله رقم جيم تام ونقص إنما أنت مجتد إحزف ما ما دي في اللغة العربية وعلى أهمال كافة تكف إن عن عملها الآية القرآنية الشهيرة إنما المؤمنون أخوة طب لو حزفت ما يبقى إن المؤمنين أخوة دخلت ما تكف إن عن عملها لما أشيل ما هنا أنا جبت لك ضمير يتحول من ضمير بارز متصل إلى ضمير منفصل إلى ضمير متصل يبقى إنك مجتهد طب لو كانت إنما أنا يبقى إنني طب إنما نحن يبقى إننا طب إنما أنتم يبقى إنكم طب إنما هي إنها إنما هو إنه وهكذا يتحول من ضمير بارز منفصل إلى ضمير نصب متصل السؤال اللي بعد كده وكعبة تشتكي لله غربتها وتنزف الدمعة في أعتاب من رحله اللي حيقرأ من غلط لا يمكن تكون من من ده حرف جر ما بيجي بعدها اسم مغرور رحله ده فعل جملة محلها الأعراب إيه آه ده من اسم موصولي بقى جملة لا محلها لا من الأعراب من أشهر الجملة التي ليس لها محل من الأعراب الجملة الإبتدائية أو جملة الصلة فهتكون الإجابة إن شاء الله رقم جيم لا محل لها من الأعراب السؤال السابع لا كتابا قرأت فيه ولا معلما فهمت منه السؤال ده جيه في السنوال العامة نفس الفكرة دي مرتين إلى الآن إيه وعدت خدع وتقول اسم لا اسم لا يأتي منونا بالنصب إذا كان شبيها بالمضاف كقولنا لا قارئا درسه مهمل الإجابة هنا أو الكلمة دي هنا ما هياش شبيه بالمضاف دي أصلها لا قرأت كتابا ولا فهمت معلما كتابا ومعلما مفعول بيه مقدم مفعول بيه تقدم على الفعل اه محنا في صورة الفتحة بلقول إياك نعبد وإياك نستعين عارفين أصلها إيه نعبدك ونستعينك تحول الضمير من مفعول به متصل إلى ضمير بارز منفصل وتقدم فبقت إياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم وبالتالي كتابا ومعلما الإجابة بقى مفعول به إياكم أن تهملوا دروسكم الضمار على الترتيب إياكم دي على طول في محل نصب مفعول به وأول جماعة تهملوا في محل رفع فاعل دروسكم في محل جر مضاف إليه فتكون الإجابة إن شاء الله رقم دال أي ضمير يا شباب يتصل بأي اسم أو ظرف يعرف في محل جر مضاف إليه إياك في أي جملة تبقى في محل نصب مفعول به سواء كانت للتحذير أو غير التحذير كنتم خير أمة أخرجت للناس اسم كان وخبر وحاوف معاك هنا وقفة علشان كتر قوي بيتصرع وبيغلط كنتم يبقى ضمير الخطاب الخبر أخرجت؟ لا أخرجت للناس دي جملة في محل جر نعت الكلمة أمة أخرجت هي عشان كده بقولك الرابط الرابط ده مهم جدا هو اللي بيعرفك الجملة دي في محل إيه إبقى إذا الخبر حيكون خير تبقى الإجابة إن شاء الله رقم جيم لا تترك العلم لكن الجهل الشمس مشرقة لكن السماء ممطرة أنا عندي لكن وبعدها الجهل وإنه هنا ساكنة يبقى ده حرف عطف والجهل معطوف على العلم ما تتركش العلم لكن أترك الجهل تب سؤال ينفع بل ولو لكن أجيب بعدها جمل لا حروف عطف تعطف المفردات أما الوا والفاء وثم وأو تعطف المفردات والجمل الشمس مشرقة لكن السماء ممطرة هنا جملة كاملة يبقى لكن النون مشددة من أخوات إن إن أنك أن لكن ليت لعلى تنصب المبتدأ وترفع الخبر يبقى السماء اسم لكن يبقى الإجابة إن شاء الله رقم دال لولا العلم ما نهضت الأمة خبر المبتدأ معروفة اللي يجب بعد لولا ويكون الخبر كون عام يعني مش موجود يبقى العلم مبتدأ يبقى الخبر محزوف تبدوله موجود أو كائن السؤال اللي جاي ده السؤال ممتاز وبرضه بيجي كتير في السنواء العامة ليس المؤمن بطعان يعني كسير الطعن في الآخرين ضع لنا في الجنس مكان ليس السؤال ده مشتمل على إجابة أنا عندي ليس عكس له ليس من أخوات كانة ترفع مبتدأ وتنصب الخبر لا العكس من أخوات إن لها شرط مهم جدا أن يأتي بعدها اسم ناكرة يبقى لا مؤمنة طعان يبقى الإجابة إن شاء الله رقم دال أنا بحذف الباق لأن الباق تأتي مع خبر ليس مع خبر لا لا يأتي الباق حرف الجر زايد تأتي مع خبر ليس وخبر ما قال تعالى اليوم التجزة كل نفس بما كسبت لظلمة اليوم إن الله سريع الحساب نوع لا هنا نافية للجنس لأن جي بعدها اسم ناكرة جملة تجزة كل نفس هتبقى في محل جر مضاف إليه لأن قبلها الظرف اليوم وأي جملة يجي قبلها اليوم حين حيثه إلى آخره تبقى في محل جر مضاف إليه خبر إن هنا حيكون إن الله سريع يبقى سريع الحساب يبقى مفرد حد فيكو هيقول له جملة أو لك أن تبقى جملة لو كانت إن الله حسابه سريع لأن جملة بيبقى فيها ضمير جملة كسبت لما حل لها من الإعراب لأن قبلها ما اسم موصول بما كسبت بالذي كسبت إعراب كل هنا تجزة كله تجزة ما ابن المجهول يبقى كل إن شاء الله هتبقى نائب فعل السؤال اللي بعد كده حري الإنسان خلي بالك من أخوات كان كان وكاد يقترن خبروها المضارع بأن قليلا عسى أو شكى كثيرا حري وخلولقة يجب تب فين أن هنا يجتهد لا يهمل ألا يهمل يعمل آه ده رقم جيم قال لعبارة عن أن ولا إبقى الإجابة إن شاء الله هتكون رقم جيم خلي بالك من السؤال ده قال الرجل إبقى إن الحق واضح لأن كسر همزت إن من ضمن الحالات التي تأتي بعد القول إبقى قال الرجل إن الحق واضح الإجابة ألف اختلاف النهار والليل ينسي اسقر لي الصبا وأيام أنسي خبر المبتدأ اختلاف هتبقى الجملة الفعلية ينسي في محل رفع خبر المبتدأ لا قارئا درسا مهمل نوع اسم الله طالما تنون ما تفكرش يبقى شبيب المضاف نقول هتين إذا جاء اسم الله منونا يكون شبيب المضاف لكن لو كان نكرة كان قال لا قارئة قال هو مفرد ولو كان مضاف لا قارئ درس يبقى داشة به بالمضاف ودرسا هتبقى مفعول به لإسم الفعل إلى السئلة المقالية لنا فيك الخير كله شكم التقديم المبتدأ هنا الخير معرفة ولا نكرة؟ معرفة والخبر شبيب جملة يبقى جائس طيب لو كان لنا فيك خير كان يبقى واجب لأن إذا جاء المبتدأ معرفة والخبر شبيب جملة يجوز في الشمس الطاقة أو الطاقة في الشمس وإذا كان نكرة في الشمس طاقة يجب تقديم الخبر على المبتدأ السؤال قبل الأخير ليس المعلمون مقصرين ضع لا مكان ليس يبقى لا معلمين مقصرون إبقى اسمها مبنى عليها في محل نص مقصرون خبر مرفوع بالواو آخر سؤال وأهم سؤال فما لك ترضى بزل القيود أي جملة تيجي بعد مالي مالك مالي الناس إلى آخره مفردا أو جملة حتى تتعارب حال لو أنا قلت مالك راضيا مالك عابسا مالك زينيا تبقى حال ترضى بزل القيود جملة فعلية في محل نص حال وكده انتهينا من المراجعة الثالثة ترجمة نانسي قنقر